في نفس جلسة مجلس الإدارة يوم 18 سبتمبر 1945 قرر مجلس الإدارة ادخال لعبة جديدة للنادي ولعبة هوكي الانزلاق وانشاء ملعب ليها وجف محضر الجلسة وافق مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع انشاء ملعب هوكي الانزلاق وشراء البلاط اللازم وتقديم المؤيسة في الجلسة القادمة وفي جلسة 3 أكتوبر 1945 جي في البند العاشر قرر المجلس فتح اعتماد مبلغ 500 جنيه للبدء في ملعب هوكي الانزلاق وده النادي الأهلي ومن يوم افتتاحه عام 1909 والتطوير والانشاءات لا تتوقف أبداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر